بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله نتكلم على open bim and close bim. نمزجة معلومات البناء المغلقة والمفتوحة. وبما ان في اعتقاد سايد ان ال bim هو برنامج زي الريفت. فنقدر نقول ان open bim يعني ان انت فتح البرنامج و close bim هو انك تقفل البرنامج. لا هيا حاجة اني هنشوفها دلوقتي. بس عدخلنا نقول ان صنعت الانشاءات والبناء والمباني. قعد فترة طويلة جدا تقريبا ما فيش تطور رهيب. بمقارنة بالمبايلات. مقارنة بالعربيات. مقارنة بالكمبيوتر. مقارنة بالكاميرات. يعني التطور اللي فيها بش بنفس سرعة الحاجات ديت. يمكن هو التطور الرهيب اللي حصل هو موضوع ال bim. وان احنا اتنقلنا. اول حاجة اتنقلنا من ان احنا نكتب على الورق. اللي استخدمنا الكمبيوتر اللي هو نظام الكيد. بش برنامج الاوتوكاد. لا نظام الكاد. فيه كذا برنامج بيعون نفس الطريقة. ودلوقتي اتقالنا نقل اكبر بكتير من الكاد الى البم. والناس اللي اتفاوية كتيرة فهو بيكتسب كل يوم ارض جديدة. فيش عاجات كتيرة بدأت تتنيل. بس الامكانيات الحقيقة للبم. ما ادروش ما اتحققتش. والراجل بيكون مبسوط بيكسب منها كل حاجة بس هو ممكن نكسب اكتر واستفاد اكتر. لو هو دخل في موضوع الاوبن بيم. طب ليه بقى ايه الفكرة. الاوبن بيم بتحلل المشكلة بتواجه اصحاب المشاريع ومدير المشاريع الكبيرة. ان اللي ب trails بيشاركوا في المشروع بيستخدمه اكتر من تطبيق. يعني ممكن تكون مسلا الانشائيع بيستخدم تطبيق. المعارك يستخدم تطبيق. المعارك يستخدم تيكلا المعمري يستخدم الاركي كاد. المعارك يستخدم ايه بيريناج مplicي كاد مثلا. فده. وكلا بيستخدم يميحتاجين حاجة يعني حاجة تسهلون موضوع ده في نمزجة المعلومات البناء المغلقة او البيم الوحيد اللي هو قلوز بيم البيئة ديت بتلزم يستخدم انه يستخدم برنامج واحد مفيش تبادل في حدود لتبادل المعلومات ممكن انا اديها له مثلا اوتو كاد ويبدأ شغل عليها يعني مع ما انا مثلا شغل اركي كاد وعايز يديها للراجل اللي هو شغال في الام اي بي في اديها له اوتو كاد فكده فقط جزء كبير جدا من المعلومات اللي هو ممكن يستفاد اكتر لهم اللي تنشغلين على على البيم وفي تبادل بينهم وفي اه تعاون وفي اه كولبريشن بينهم او يعني في في بيئة مشتركة فهي نمزجة معلومات البناء اللي هي الاوبم بيم ديت ده بشير اه ان احنا كلنا بنتبادل معلومات مع بعض حتى لو احنا نصدم اه سوفت وير مختلفة دي اه معمولة من بلدنج سوفت مبادرة مفتوحة المصدر اه يمكن انا نكلم عنها بالتفصيل بعد كده هي اتحاد بين الشركات اللي هي بتعمل اه برامج البيم بحيث ان بقى فيه نهج شامل للتصميم تعواني واستيعاب وتشغيل المباني على اساس معيير وصير عمل مفتوح بيبقى احنا نمزاجة معلومات البناء المفتوحة يعني الاركي كاد كان برنامج كويس وتكلاف فلمكن نستطيع نشتغل ده وقت الاف سي اقدر نصدر من دل ده واستخدمه هناك ونبدأ نستخدمه النحية التانية يعني فيه تبادل بين البرامج لحد ما نقول ممكن في يوم الايام كلهم يتفقوا ان احنا كل البرامج هتشتغل بنفس الامتداد كله هتصدر نفس الامتداد كله هيفتح نفس الامتداد ترجمة نانسي قنقر